كنتم حياكم الله نحن اليوم الأربعاء 31 مايو 2023 والساعة العاشرة ودقيقتين مساء بتوقيت الجزائر وهذا حديثي لك مباشر عبر اليوتيوب والفيسبوك والتيك توك أزل فلاون إخواني حياكم الله جميعا أينما كنتم عندما غرقت البلاد بأمطار كنا بأمس الحاجة إليها كانت الناس تنتظرها أكثر مما انتظرت أم موسى ابنها كانت الناس تنتظرها بشكل بفارغ الصبر عندما نزلت هذه الأمطار بدل أن تكون نعمة أصبحت نقمة على أكثرية أهل البلاد خاصة في مناطق أفواً في مناطق مثل زيرالدا وما جاورها بو مرداس وما جاورها بعض أحياء العاصمة ولكن أيضاً حتى في المنطقة الشرقية قبل أيام في ذلك الوقت الناس فرحت ولكن كثيرين دمرت حياتهم ضعت أملاكهم غرقت سياراتهم كي يغرقوا أبنائهم على الأقل قتلين إليه مش أكثر وكي يخسروا كل شيء وكي يلا يمتلكون إلا القليل وهذاك القليل يزادوا وخسروه لأن تبين أن هذه الأمطار المشكلة الرئيسي انتاحها ليست في الكمية التي نزلت فالجزائر تحتاج أكثر منها مئة مرة هذه الكمية خاصة مع حالة الجفاف إنما تبين أن المشكلة الكبيرة والمزمن والدائم هو النهب هو الفساد هو السرقات هو هشاشة ما يسمى بالبنية التحتية هو الطرقات التي بنوها أزوروا فيها طرقات المبنية بطريقة بائسة باش ينهبوا من الماتريال لأن ليس هناك رقيب ولا حسيب على هذا المال والمال السائب كما يقول المثل يعلم السرق تبين أن هناك بيوت وهناك شقق بنوها ولكن عندما جاءت هذه الأمطار أسقطتها تبين أنهم يبنون في الوديان أي من أين تمر الوديان وأنهم يغلقوا على الوديان المجرى وإذا غلقت على الوديان المجرى فإنه يخرج لك من مجاري أخرى وتبينت أشياء كثيرة وهذه الأشياء كانت تتبين دائما إنها ليست المرة الأولى التي تتبين كلما سقطت أمطار في مدينة ما أو في جهة ما تبين هذا وتكرر هذا وعيشناه وعشناه عشرات المرات حتى لا أقول مئات المرات في السنوات الأخيرة فقط لكنه العبث الذي يستمر والفساد الذي يستمر فلا تتوقع أن نفس المقدمات تعطيك نتائج مختلفة لا تتوقع أن الطريقة التي يبنوا بها والسرقات التي ينهب فيها والمسؤولين التي جايبينهم المسؤولين هذا الذي وضعينهم الفاسدين والسيئين والمفسدين لا تتوقع أن يأتي منهم صلاح إن الله لا يصلح عمل المفسدين لا تتوقع ومن يتوقع غير ذلك فيه مثل في المشرق العربي يقول لك الذي يكرر المجرب غير الذي رأسه مخرب أو الذي مخه مخرب إذن الذي مخه مخرب فقط هو الذي يكرر المكرر ويجرب المجرب ولذلك هذه العصابات أنا قلتها سبعين ألف مرة قلت والله لو كنا ندري أو ندري أنها لديهم واحد في المية من نية الإصلاح مش من بداية الإصلاح فقط عندهم نية واحد في المية أنهم سيصلحون وتتبدأ وتظهر تلك النية في بعض المؤشرات في بعض الظواهر لو وضعنا أيدينا في أيديهم ولا قلنا لهم يالله المهم إنقاذ البلاد وإنقاذ الناس مما تعانيه ليس فقط من مرارة الجوع لتعاني منه ملايين الأسر الجزائرية وليس فقط من مرارة الخدمات الكارثية في كل مكان وليس فقط من مرارة الأسعار المرتفعة والتي ترتفع بلا نزول ليس هذا فقط إنما في كافة المجالات سواء كان تعليم أو إدارة أو مستشفى أو أينما وجهت وجهك فإنه الخراب بكل أسف وألم بكل أسف وألم هل نشوف بعض الصور الجزء الثاني أو قبل أن نتكلم عن الصور الجزء الثاني سيكون اليوم نخصه إلى روسيا والمستجدات فيها مع بعض ربما الارتباطات بقضايا مرتبطة بها خاصة ما صرح بها الرئيس الصيني اليوم من أن بلاده والأمن القومي في بلاده في وضع سيء وخطير ومعقد كما وصفه الأمر الآخر أو الجزء الثالث سأخصصه لمناقشة السفهاء الذين يحكمون البلاد والذين كتبوا مقال في بعض الجرائد نكتبوا أخبار ومقالات وصفحة أولى الاجتماع من يشعار في المخزن والصهاينة وفرنسا إلى آخره ويريدون ضرب الجزائر سنعلق على ذلك ونذهب معهم نقطة بنقطة فيما كتبوه لأنها عارف هذا ليس مقال صحفي هذا مرتزق دائماً يضع اسمه في المقالات لكن هذا جاه كما هو من عند مراكز الحنوشة مراكز المخابرات الإرهابية هو والإسبة والإكسبريسيا ومع مواقع أخرى دون ذكر اسمها كثيراً لم يعد هناك جريدة واحدة ولا موقع واحد عنده شوية عقل ويقول لهم لا أنا ما أقول قلتش ندير بروفاقاندا لأطفال عشر سنين يضحكوا عليها خلونا شوية ولو أصبحت الرداء والفشل والبروباقاندا والكذب بشكل فضيع مريع راح نخصص له الجزء الثالث وأعتذر لإخواني خاصة في في تيزيوزو اللي كنت راح نخصص جزء آخر ثالث على الفساد العارم لجبار مهنة والأيدي القذرة التي تساعده هناك ليس شلول فقط وإن كان هو أحد أكبر رؤوس القذرة هناك وما يجري هناك وحديثهم على أنهم قد يطلقون صراحة ملال إلى آخره لأن الضغوطات الشعبية هناك تتصاعد خاصة بعد أن كشفت بعض الملفات وما زال ما زال هناك شيء كثير سراحة سنمر عليها ربما في حلقتين أو ثلاثة إذا لازم الأمر إذا مش أكثر لأن الفساد هناك في منطقة القبائل أيضا شكل عارم واللي واللي أراد هذه المرة أن يشرف على هذا الفساد هو الذي أو اللي يشرف على الفساد هو الذي أحرق منطقة القبائل في 2021 في صائفة 2021 وكان يريد أن يشعل فتنة بين الجزائريين ولكن الله ستر وكانت دماء جمال رحمه الله وكأنها كانت هي القربان التي أنجى الله به هذا الشعب جمال بسماعي إذن جبار مهن الذي أشرف على حرق منطقة القبائل يعبث فيها الآن عبث رهيب بمجموعة من الأشخاص المرة الماضية ذكرت مجموعة مرة الأولى ذكرت اسمين أو ثلاثة بعدها ذكرت مجموعة أسماء المرة القادمة سأذكر مزيد من الأسماء والوقاع والأحداث وما يجري في تلك المنطقة ولماذا يراد تدميرها أيضا بما يسمى بالكادياس الكابيل السيربيس خلونا نبدأ بالغرق الغرق الحقيقي يعني مش مش مجازي يعني ترجمة نانسي قنقر بنع المساعد أيضا يبعث لي ملف أنت أخونا هذا اللي من كندا واللي ظهرت معلومات أنه معتقل عند العصابة منذ أكثر من مئة يوم للأسف كتبوا عليه الكنديين وإلا لم نكن نسمع ما حدث شوف شوف الغرق غرق حقيقي يعني ليس لم يعود هناك مجازا يعني حقائق هكارين المترجم المترجم يا ماذا؟ اللي بتحضير نعم ل wybع رجل أنا هو كان أحقائق ترجمة ترجمة اشتركوا في القناة بأن يبيتوهم كما قال ما يسمى بالرئيس تبقى المزور لقال سنسكنوا كل هذا الناس قبل ثلاثة أيام بالمناسبة لم يتحدثوا عن هذه الأحداث إلا عندما قال لك رأو اجتمع المجلس الوزاري ربع أيام قبلها والمشاكل في كثير من المدن ما فيش حديث لكن قبل ثلاثة أيام خرجوا وقالوا يوم الأحد وقالوا من أنه اجتمع مجلس الوزارة وقرر الرئيس إلى آخره هذه واحدة من جرائدهم هنا ماذا تقول واحدة من جرائد العصابات هذه ألف مليار تعويض للمتضررين من الفيضانات وقتها كانت هذه اليوم الاثنين إسكان كل من فقد بيته بالكامل في مدة لا تتجاوز 48 ساعة التعويض الفوري للصيادين الذين فقدوا قوارب وسفن الصيب تضمين مشروع قانون حول التزوير واستعمال المزور قال في قضايا أخر إذن ألف مليار الرئيس تبقون يأمر بترميم وإسكان فوري وإعانات للصيادين كلام فارغ على استثناءات قليلة بعض الأسر وبعض اللي عندهم شوية معارف وبعض اللي عندهم شوية دخلات وبعض اللي يمدوا شوية دراهم برغم الدمار اللي يصل لهم البقيارة هم أكثرية في أوضاع سيئة أو سيئة جدا نعم خرجوا ممكن مئات العائلات لكن هناك آلاف حتى لا نقول عشرات الآلاف من العائلات المتضررة بشكل أو بأخ كان المتضررة نهائيا البيت راح راح كل شي هذه بومر داس كيف كانت في اقتصوات هذه نحن هذه نحن هذه نحن هيا المولود هيا المولود هيا المولود هيا 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 تحولت بومرداز إلى إلى بحر حتى يرى الشخص بفلك هكذا هيا مولود في طريق المخشوشة هنا ليس غزة ولا سوريا ولا اليمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة وكل شيء يحدث بدأ دائما يستخدموها هذه العصابات الإجرامية ومرتبطين بها يستخدموها لصالحهم ولذلك هذا الألف مليار ستخرج من الخزينة ألف مليار المصيبة مصيبة مصيبتين لو كان قلت في الخزينة قال والله هي رأي في الخزينة العامة ممكن تروح لجهات أخرى أو لجهات تنفع لكنها تخرج من الخزينة وما تروحش للمعنيين بالأمر تروح في جيوب المسعورين واللصوص والناهبين إلى آخره هذه الكارثة وذلك السكنات في الجزائر تبنى السكنات بشكل كبير وكبير جدا أكثر من نصفها ما يرحش لمستحقية وإن كان مرة قلت أكثر من نصفها بعض العارفين ومطلعين على الملف مليح قالوا لي راك هذا أكثر من سبعين بالمئة ما يرحش المستحقية أنا مرات متحفظ باش نكون دائما على الأقل كي نقول نصفها أنا متأكد منها لكن يكتبوني قالوا لي أكثر من سبعين بالمئة ما ترحش لمستحقية السكنات وتروح بفساد وكي اللي يستخدموها مسؤولين يستخدموها للفساد الأخلاقي يشوفوا بعض الناس اللي محتاجين إلى آخره أوكي تدفع اللي ما عندك الدرام تدفع حويج واحدة أخرى يعتدون على عراض الناس رح نقول هالكم هذه لأن هذه يعني وصلتني هناك ناس قالوا له ما تدرش السكنات إلا بأن ابناتهم تخرج للفساد مع مسؤول فلاني أو الفلاني أو رئيس الدائرة الفلاني أو رئيس البلدية الفلاني خيلوا لم يكتفوا لم يعودوا يكتفون بالشكارة للأعراض وكم من مرأة كتبت لي أو أرملة يعني مرأة أرملة أو أم يتامة أو مطلقة باش تقول لي والله يا أخي فلان راهي البيوت كاينين بس حراهم يعني راههم يراودوا فينا على أعراضنا واش نديروا واش نديروا إلا قلنا لا أولادنا يباتوا برا ومباتوا مطرما ومباتوا عند الناس ومباتوا وإذا قلنا نعم هذه كارثة في بلاد الشهداء وهذا شيء حرام وغير مقبول واش نديروا كي النساء انتحرنا لأنهم لم يستطيعوا أن يكون عندهم خيار في الحالة هذه هذين فيها شخيار هذا الشيء إلى هذا الحد وصلت القذارة بهم والفساد والإجرام وما يشبعوش خاصة أن أكثرهم ضروقي ومخدرات وروسهم دايما معمرة بالمخدرات والخمور والصهارات والفساد ولذلك هذا الشعب راه يدفع في ثمن غالي إذا لم تنتصر فعلى الأقل انتصرت لكرامتك انتصرت لشرفك انتصرت لأخلاقك انتصرت للحق حتى لو ما تكون أنت معني مباشرة انتصرت للمظلومين انتصرت للأرامل انتصرت لليتامة نحن لسنا أمام نظام حكم نحن أمام عصابات إجرامية كثير من العصابات الإجرامية تتعلم عند هؤلاء الشياطين نحن أمام سوفهاء ليس لهم حدود نحن أمام قتلة كبار الجنرالات كانوا قتلة في تسعينات اللي حطوا دي بيبي في ليفور فعرفوا أنهم ممكن يديروا كلش طبعا المسبوه إلى خصومهم والآن عندنا شهادات لأن عندنا شهادات من عسكريين سابقين قضية هذه قدماء الجيش وخاصة لك فشم يتعاملوا فيها أفضلك نشوفوا جزء منها كشفت شيء هو أن بعد قدماء الجيش قال لك والله غير نقوله الآن الآن نعترفه ونقوله ونشهده بما عايشناه وما شفناه وما كنا نرتكبه من جرائم أو مرتكبه زملائنا من جرائم أو ما عايشناه وشفنا الضباط يرتكبون من جرائم فيما فيهم شنجريحة على رأسهم شنجريحة ليس فقط في الأخضرية أو البويرة أو عباس في الفرقة الأولى المدرعة أو أيضا في الفرقة الثامنة المدرعة ويستطيع الناس أن يعودوا للتاريخ بارك باش يروا سيجدون أن أكبر المجازر اللي وقعت في الغرب الجزائري وقعت بعد 96 95 أو الفوق 96 على أهل لأن شينغريحة تم نقله من البويرة والأخضارية حيث كانت مقرهم الرئيسي إلى بالعباس فستجد أن أكبر المجازر بما فيها مجازر غير الزيزان والرمكة وقعت آنذاك وهناك أدلة كثيرة جدا إذن رغم حديث على ألف مريار وإسكان الناس 48 ساعة كذب ما عاد جزء صغير وإن كين مرات تلقى ستتنان مسؤولين يجروا بش يديروا كاش حاجة يعني أو آخرين دفع ورشاوي البقي يارهم كلهم معاناة ومعاناة رهيبة للكثيرين وعود يعطوهم في الوعود ولما الناس انتفضوا جابوا لهم البياري جابوا لهم كلاب الشرطة والكلاب أشرف منهم لأن اللي يضرب الشعب هو مظلوم ومقهور وداره طايحة ويعس على 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 تبون وخال تبون وشنغريحة وكما كان يعس على أو يحيا وعلى هامل يران في السجون وقالوا أنه مره مجرمين هؤلاء الكلاب أشرف منهم تعال بياري هذا صحيح مش كلهم لكن جزء منهم الكلاب أشرف منهم والله مليون مرة لأنهم يضربوا العصاء ويعتدوا على الفقراء ويعتدوا على البؤساء واعتدوا على زملاء مقدمة الجيش سواء تعالدرك أو تعالشرطة بينما يحرصون ويكونون أبشع من كلاب ظل خاضع راكنا أمام المسعورين هذون اللي يعرفون فاسدين ويعرفوا هم يعرفون مش ما يعرفوش وهذون اللي كنت الصورة الأخيرة طردوهم من ملعب راحوا الملعب ساكن فقط يتخبووا فيه فقط باش ما يبقوش الشرع مرميين والمياه والقذورات والفساد والليفوايو راحوا الملعب بركش ما يتخباوا كأوصر طردوهم منه لكن في تليفزيناتهم طبعا والرئيس قال وسكنناهم ويجيبوا أكذا صور كاذبة ولا صحيحة يوروها للناس إلى آخره والحقاق هي شيء آخر تماما على كل حال لم يعد يصدقهم أحد اللهم إلا بعض المستفيدين وحتى بعض اللي يصدقوهم مرة مرة يدخلوهم للحبس قوات الأمن والدرك تمنع مدخلوش الوطن يا أخوان قولوا قوات درك قوات الشرطة بس هذا مش وطن هذا لا علاقة لهم بالوطن هذا تعالى العصابات قولوا ذو قوات درك العصابات أو قوات شرطة العصابات مش وطن مدخلوش علاقة بالوطن الوطن ينهبونه يفقرون أهله يشردوا أبناؤه يزجنوا أحراره يختصبوا مرات نساؤه هؤلاء ما عندهمش علاقة بالوطن إلا نهبه قدما الجيش قوات ما يسمى منعتهم من الدخول إلى ولاية تيارة ودرك نقرأ وشدر لكن قبل ما نخرج من موضوع من موضوع الكوارث هذه الأمطار اللي تصبح كوارث هي الإشكالات معروفة وواضحة كان أربع أسباب أو خمس أسباب واضحة السبب الأول أن هذه الفياضانات غالبا ما تحدث لأنهم ابناؤوا في طريق الواد والله في قلب الواد فلما يجي ما عندوش إلا ما عندوش طريق إلا ما لقاش طريق طبيعية يروح بطرق أخرى ويضر ربما أناس آخرين وأحيانا يمر على هذه الأشياء العمارات الليبونيات وعدل وما نشعار في قلب الواديان الأمر الثاني هو ما كاش تنظيف لزيغو ما كاش تنظيف للبلوعات وهذه عودة تكرت الحمد لله ما بشكل بسيط في باب الواد لأنه قبل في 2003 لما حدثت الكارثة العظمى في باب الواد وراحوا فيها آلاف لحد الآن كاي اللي ما عرفوش ما زال ما عندوش قبور لأنه دهم البحر لأنه كانوا غلقوا البلوعات من وقت فرنسا هذوك البلوعات خدمتهم وجاءوا غلقوهم قالوا كانوا نحاربوا في الهرهاب غلقوهم لما جاءت الأمطار اديت باب الواد كله لكن ما يتعلموش من الآن هذه أكثرية الأماكن اللي صارت فيها في الأعيضانات هو لأن البلوعات ما كانش مفتوحة وما كانش منظفة وما كانش منظفة الأمر الثالث الطرقات بنينها بطريقة بشعة فيها فيها تزوير وفيها فساد وبأي طريقة كثير من المرات لي عندهم معارف لا تقدم لأفضل الناس اللي قدموا أفضل خدمة وأفضل سعر لا لا تقدم للي مدشكاير تقدم للي عنده دعم نتع الجنيرال ولا أنتع الوالي ولا الأنتع الكوميسار ولا أنتع الشيف تSEWatch ولا نتع نحن نشتع الولاية ولا نتع رئيس المحكمة ولا رئيس المجلس تقدم للفاسدين وهذاك الفاسد والمفسد المقاول هذاك بما أنه قدم رشاوي للي يحموا فيه قتيا أو بروتيجي من عندهم معناها لازم ينهب من الطريق بدل ما يصرف مثلاً إخذا طريق بإخذاه بمليار سنتيم بدل مثلاً ما يكلفوا 700 مليون ويديه هو 300 مليون ربح لا يخدموا بـ 200 مليون عنده 300 مليون والله يمدها للناس اللي جابوا له المشروع والخوي يدي 500 مليون المتضرر منهو خزينة الشعب والشعب هذا هو المتضرر ببساطة يعني أنا حكيت على قضاية مليار هي راي مشاريع الكثيرة راي مش بالمليار راي بعشرات الملايير أكثر المشاريع يعني وكان مشاريعت 500 مليون وـ 200 مليون وزرج ملاير وـ 3 ملاير إلى آخر إذن يقدموا منها جزء لداعميهم ويسيدوا ينهبوا من هذه الأسباب الرئيسية والسبب الرئيسي لماذا؟ لأن لم كانش رقابة ولماذا لم كانش رقابة؟ لأن اللي يحكموا البلاد ما جابهم الشعب ما اختارهمش الشعب سواء على مستوى البلديات أو الدوائر والمجالة ما كانش وحتى اللي معاينات والدولة ما يخافش من الشعب في أيام الحراك كانوا يرع شو هاك؟ كان الوالي المخير يقولوا ما تبعثوني وين تحبوا؟ ما تبعثوني شبرك وين كان الحراك؟ ووزراء رفضوا أنهم يروحوا وين كي الحراك؟ لأن الناس كانت تخرج وتقول لهم أنتم الوصوص وأنتم مفسدين الآن خلاص ما عندهمش من يخافوا حراك سجنين أهله وشردينهم خوفينهم إلى آخر ففي نهاية المطافة يا إخواني وهذه لينا جميعاً يعني إن تكلفة التغيير دائماً هي أخف من تكلفة الخضوع للمجرمين والمفسدين والمستبدين والناهبين على الأقل من ناحية المعنوية إذا لم تكن ناحية المعنوية والمردية وها هم اللي ظنوا بعض منهم ظنوا أنهم كانوا يدافعون على الجزائر وكانوا يستعملوا معهم هذا قدماء الجيش المهم ضحى بالنفس والنفس من أجل هذا الوطن طانت رجلو واحد طانت يدو واحد عينو واحد ما عندوش كلوا واحد يدو بيارنصاص بيختموا الكونسير بعيد الشر المهم ضحى من أجل هذا الوطن بماذا؟ بماذا تهينون المتقاعد بها والمعطوب وخاصة من المبطور وخاصة من المبطور كل رعا مخاوتنا وكل صحابنا بالصح كيف الإنسان تزمن قدمه أو أحد أطراف الجزر له وهو مفرحي والزيد تزمنه هو السجن والله 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 حتى المسؤولين حتى المدنيين حتى المدنيين تعاطوا معنا من أجل هذا الشيء قالوا والدبلان هذاك العسكر اللي طيرا نشفعناه الله بالحفظ قالوا راح يطالب حقه هذه ما يشدونا هكذا يكون شواب المدنيين وخاصة من الناس اللي حاقدين علينا اللي كانوا من أهل العشرية السوداء أو بصيفة عامة من أهل زارعين في تلتفاتين الفتنة للجزائر ولهذا بهذا نظر باللغة الدرجة بشيء من الناس كل نطلبهم من السلطات العليا الإفراج على هذا المحتاخنين بأخرب أخر ولادهم رامي بكيو ولادهم رام عندهم المرضى عماروا عنده واحد مرض بالسكر واحد مرض بعينيه ماذا مازال تتذلل لهم يا أخي مازال تتذلل لهم مازال تتذلل لهم ومازال تتقرب لهم وهذوك زارع الفتنة يقول ابن باديس أعظم فتنة هي الحاكم الجائر الفتنة هو اللي ما خلاكش ما عطاكش حقك وهذا هو اللي دالك فتنة الفتنة كتصالك في الدار مع الأولاد ولا مع زوجتك ولا تتصارك لخصومة بسبب واش؟ بسبب أنه أعطاكش حقك هل الذين يطالبون بدولة مدنية الناس تدي فيها الحقوق والعدل ينتشر والقانون على الجميع هذون هما الفتنة؟ ولا اللي شدين السلطة قهرا وقصرا واستخدموهم كوقود وكعصي باش تضربوا الشعب أو بعض الجماعات ومن بعد شوف كيف تنكروا لكم تعرفوا باللي بعض رؤوس الجماعات رهم أصحابهم تعرفوا باللي بعض رؤوس الجماعات الدوم الخزينة ما لا يحصى ما سمعتوش باللي مداني مزراج قالوا له شخصية وطنية واستقبلوها كشخصية وطنية في الحقيقة اللي تضرر هو الشعب وانتوما وبعض البوسطان اللي ما كانش عندهم خيار إلا أنهم يهربوا لما هربوش للجبل يقتلهم في الطرقات لكن المستفيد الأكبر منهو وكبار الجنرالات هم عايشين في فيلاد بالبيسينات وبالحراسة روح شوف من جهة التقصرين روح شوف من جهة الفينسي فيلا روح شوف من جهة الـ 246 رأني من شناسي رأني كش نهار نجيبها وبالتفاصيل وبكل شيء رأني وعدت إنما فقط ملقيتش الوقت يعني ويعلم الله كم أنا مضغوط من أجل أنه ساهم بقدر ما أستطيع في إنقاذ البلاد لا تتذللون يا قدماء الجيش يكفي أنهم داروكم وقود داروكم شاركانهم خدموا بكم ومبعد رماوكم ما تعاونش ديت تتذللوا ما فهمتوش ما تعلمتوش باللي هؤلاء أنا عارف أنه جزء كبير منكم تعلم لكن نقصد بعض الناس اللي مثل هذا الأخ اللي كان يتحدث هؤلاء يخافوا ما يحشموش يجب أن تفهموا هذه جيدا هؤلاء يخافوا ما يحشموش إذا شافوكم قادرين على أشقاكم يخضوا إذا شافوكم تتذللون وتركنون وتشيتون وتطبلون راح نزدعت سؤاليكم أكثر هل أقل مدام نحاولكم حقوقكم المادية والمالية ما تزيش تعطيله أنت بأن بقية من كرامة وما بقية ما تزيش تتنزلوا عليها وتحلل فيه ومنش عارفه فلان وعنده طفل مريض لا لا هو وعارف هذا الحواجقع وما عارفهاش وعارف أكثر منها بالصحراء ويشوف ميزان القوة إذا كنتم قادرين ودخلتوا بعشرات الآلاف بطريق سلمي ومنظم واستطعتم أن تدخلوا العاصمة بعشرات الآلاف سيخضعون لكم إذا بقيتوا تذهبوا بخمسين ومئة وحتى خمسمية ولا ثلثمية كل مرة يعطوكم العصا ويدخلكم للحفز ويذلوكم ويمسوا كرامتكم ومرات يضربوكم ويعذبوكم ويبزقوا على وجوهكم ويطيحوكم ويطيحوكم إلى آخره يجب أن تفهموا بطريق وما تزيدوش تقولوا دفعنا الوطن آه كان في ذهمكم أنكم دافعتوا على الوطن كان يجب أن تفهموا سيكون دافعتوا على الوطن كل الوطن ليس يغرق وانتم تغرقوا معاه كون دافعتوا على الوطن وكان الجنيرات ليس مليارديرات وبعضهم مليونيرات بالدولار وبالورو وانت مكش لاقي خبزة ولا دول وليدك ولا بنتك ولا أمك ولا أحتليك ده مشعور الوطن انسوا هذه البروفاقندا اللي دخلوها لكم في روزكم استخدموكم لكسر البلاد قال كل فيس يربح الانتخابات طيب يربح الانتخابات شعب جابوا الشعب ينحيه وهذا خطر على البلاد هاهم الخطر هاهم اعتبرينكم أنتم خطر وتيارت مدينة مثل تيارت ما خلاكمش تدخلوها وهم وأولادهم يدوروا بالبورش ما تشوفوش مرات لي بورش في العاصمة ما تشوفوش مرات ديفيراري في العاصمة أو حتى في مدن أخرى مثل وهران أو النابة أو تيزيوز أو السطيف تشوفوهم سيارات انت مليار ونص وزيج ملاير وثلاث ملاير وانت مكش تلاقي صبات بل لكنك ما زلت بالصبات عنده خمس سنين مقدت على رجليك ما دفعتوش على الوطن خدعوكم بالوطنية آه صحيح قولوا خدعتونا بالوطنية ولكن النتيجة بمآلاتها لم تدافر على الوطن إنما استعمالوكم وكسروا بكم العباد والبلاد كم أكره مظلوم يتذلل يعني تمظلوم ومحقور ومدحوس ومسحوق وتزيد تتذلل الظالمين احتفظ كرامتك على الأقل أحصلك أن تبقى في بيتك من أن تخرج تطلب العفو واسماح وما نشعار من هؤلاء المجرمين احتجاج عمال كوجيسي مجمع كوريناف أمام ما يسمى مقر وزارة العمل والضمان الاجتماعي ضد تصريحهم دون أي اعتبار ودون تعويض يا سير يا سير الله كله الوصول يا سير يا سير الله كله الوصول يوره الوصول دون يوره الولد وقت الوصول معها ليس يعني خالد تببون الذي كان في السجن وهو الآن في الفيلا 13 في كلوب دي بان بحراسة الأمن الرئاسي 24 ساعة لـ 24 ساعة والفيلا مخدومة للفساد العالم يعني قاعدين يقعدون هما عايشين ومعايشينهم كل كلا بحراسة وهو داخل الخارج مع الفساد ومع بدون ما نفصل كان متهم مع البوشي لما كبار جنرارات عين وتبون رئيس والله هو في فيلا 13 وفيلاات أخرى في كلوب دي بان ومقرات أخرى كان ولده وشيدير الوزير هم عندهم بالبيسينات وراهم ما يدفعوا لا كهرباء ولا غاز ولا ما ولا هذه حقائق هم يعترفوا بها إذن ولادهم وشيديروا ولادهم رهم كي يجيس هذا اللي باقي في البلاد كي يجيس صيفي يهمل عبر العالم ودراهم والفساد وفي البلاد أيضا دايرينها قلبينها قلبينها بيوت أعزكم الله يعني البلاد قريب يقلبوها بيوت ضعارة ويعتدون على ابنات الناس وعالفقارة وعالفقيرات ويدمروا في أسر كامل وشيديروا لم إلا استثناءات قليلة أن تلقى ابن مسؤول موش ضروقي أن تلقى ابن مسؤول ما لا يعتدي على النساء أن تلقى ابن مسؤول لا يسرق أن تلقى ابن مسؤول ما عنده سيارة تحت 800 مليون ولا تحت مليار أن تلقى ابن مسؤول ما عنده ثلاثة أربع خمس شوقا للفساد العارم استثناءا طبعا نتكلم على كبار المسؤولين ومرت حتى على بعض الصغار حتى على بعض الولاد حتى على بعض الرؤسات الضوائر حتى هذه هي ما قلوش خبوا على رواحنا ولا نغطوا ولا هذا الحقائق حقائق مريرة وإذا لم ينتفذ الناس من أجل حقوقهم فإن هؤلاء السفهاء لن يزيدوا إلا إجراما واستدادا وطغيانا ونهبا للبلاد واستحقارا وحجرة لأهلها شوفوا شي يقولوا شوفوا شي يقول هنا خلينا شوفوا كبير هذا الاحتجاج تعقصنطينة هذا أقصو من قوائم السكة الاجتماعي مثال كأمثلة متعددة غلايان بسبب السكن لأن الأغلبية السكن راحت لغير مستحقها أو راحت للمدو الشكارة أو راحت باش يديرهم مراكز للفساد والناس الأغلبية يأخذوا خمسة عشر عشرين في المية في أفضل الحالات يعطوا لهم مستحقين والبقية تروح كالعادة كثيرين منكم لا يعرفوش أن أغلبية الولاة لهم ولاة عندهم على الأقل أغلبيتهم عندهم على الأقل عشر سكنات هناك من ذكر لي قال لي راك خفضت راها الولاة يجبادل يقولوا اسمع أعطيني أنا في الحي هذاك الفلاني مثلا والي تعب جاية يطلب من والي تعب مردس أو والي تعق سمطينا يطلب من والي تعنابة أو والي تعبشار يطلب من والي تعوهراء اسمع أعطينا في هذاك الأخر راو عندي الولد راه وبالكي جيه تم والاني يدبر لك هنا عشرين هكتار لكش نسيبك وهكذا را يتم بالطراك يسموه يسموه طراك شقق في كل الولايات تقريبا ذلات في كثير من الولايات قطع زراعية قطع أراضي شركات يتبادلون البلاد تاحهم هوا يشوف فيك ذواب هوا يشوف فيك بعوض هوا يشوف فيك راك تزاحم فيه تشكون وكي نقول لولا ترى نفس الشي مع شيف سكتر ونفس الشي مع ضباط المخابرات على مستوى الولايات ونفس الشي مع رؤساء الكوميسار والشيف على مستوى الولايات على سبيل المثال كنت تقول الولايات فقط أما الوزارات أحدث ولا حرج طبعا فضايحهم لا تتوقف ولذلك كتبت مجموعة من شخصيات عالمية كتبت رسالة إلى ما يسمى بتبون ما يسمى برئيس الدولة تبون المزور واش تقولوا فيها غاضتهم هذا وأنا كشفت الرسالة كم كم تألمت شخصيات عالمية تكتب للرئيس تبون للمزور تبون بعبارة أخرى لا تحول الجزائر إلى زنزانة كبيرة نص الرسالة كاملا إلى رئيس الجمهورية الجزائرية سيد عبد المجيد تبون طبعا هذه اللي كاتبه الرسالة سيد الرئيس ليست الجزائر مجرد بلد الجزائر فكرة فكرة تحرر عنيدة لا تزال بعد مضي ستين سنة على الاستقلال تشعب الأمل في قلب كل من يكافح الاضطهاد الجزائر دليل على أن ضحر الظلم والانتصار عليه ممكن حتى وإن بدت المواجهة يائسة غير متكافئة لأول وهلة واليوم ينغلق هذا البلد العظيم مثل فخ هائل على المعارضين السياسيين وكل من يجرؤ أن يحلم بسيادة القانون بشكل حقيقي يقبع الصحفي إحسان القاضي في سجن الحراش بالجزائر العاصمة منذ أكثر من خمسة أشهر لا لشيء سوى رفضه الإنصياع لضغوط حكام يسعون إلى تحويله إلى صحفي مزيف اعتقل إلى إحسان القاضي ويتحدثنا على اعتقاله وكيف تم اعتقاله إلى آخره ثم يقول الإحسان القاضي متهم اليوم بخيانة بلده لكننا ونحن ننظر إلى قضيته من موقعنا البعيد لا نرى سوى صحفي مستقل يضرب دفاعه عن حريته بجذوره في حبه لبلده لهذا السبب نكتب إليكم اليوم لنطلب منكم أن تفعلوا كل ما في وسعكم لوضع حد للمضايقات الأمنية والقضائية التي يتعرض إليها أحسان القاضي ومجمل معتقلين رأي في الجزائر ومن بعد يقول السيد الرئيس إن كانت الخلافات والخصمات تبقى الجزائر كمثل أعلى أرحب من الزنزانة التي هي بصدد التحول إليها زنزانة تلتهم الصحفيين الناقدين وكل الأصوات النافرة غير الموالية للسلطة أي إن كانت الخلافات والخصمات تبقى الجزائر أرض كل معذبي الأرض بوسعكم سيد الرئيس إطلاق صراحة القاضي وجميع الصحفيين المحبوسين ومعتقلين رأي فاستعملوا لغرض ذلك ما تخوله إياكم سلطاتكم إخلاصا منكم لنضال الجزائريين من أجل العدالة والحرية الموقعون إتيان باليبار فيلسوف فرنسي جويس بلو جامعية عضوة في شبكات دعم جبهة التحرير الجزائرية خلال حرب الاستقلال نعون شومسكي عالم لسانيات الولايات المتحدة آني إيرنو روائية جائزة نوبل للأداب إلياس خوري روائي لبناني عبداللطيف اللعبي شاعر المغرب كين لوتش سينمائي المملكة المتحدة أخي المبيمبي مؤرخ الكاميرون أرنو داتي روي روائية الهند يوسف الصديق فيلسوف تونس مجموعة قلة محدودة أرادوا فقط أن يضعوها في شكل عشر خلاصتهم ما زالوا يتحدثون شوفوا الجزائر ألهمت كثير الكثير عبر العالم وهم قالوها في بداية الفكرة أنها كيف ألهمت كثير من أحرار العالم ولذلك هذو الناس الكبار خاصة منهم ما زال في مخيرتهم هي الجزائر تاعة الخمسينات وبداية الستينات تاعة الثورة والاستقلال ما زالوا سيكن طبعة الحال لأنهم بعضهم ربما بعضهم ربما يعرف بعضهم ما يعرفش نعوم تشومسكي يعرف جيدا فمثلا كتب هو كتب مقدمة أو بريفاس لكتاب انكوايري انتو دو ألجين ماساكرز واللي أعتبر واحد من أعظم ما كتب في مجال بوليتيسيد أو علم المجازر السياسية لأسباب سياسية لكن كثيرين منهم عندهم ذاك الخاصة الكبار الخاصة اللي من خمسين سنة وستين سنة والفوق أو خمسة وستين سبعين يعني اللي عايشوا السنوات الأخيرة تاعة الثورة أو احكاوا لهم عليها أو للأسف هؤلاء لا يعرفون أن الجزائر تحولت إلى جحيم من ثنين وتسعين في الحقيقة قبل ذلك كان فيها وعليها كان فيها ظلم كان فيها حقرة كان فيها كذا كان فيها أشياء كثيرة جدا لكن لم تتحول إلى ذلك الإجرام العارم في اثنين وتسعين في اثنين وستين سيطر جيش الحدود وقادة جيش الحدود لم يقاتلوا إلا قليل جدا فانقلبوا على جيش التحرير فكان الانقلاب الأول قبل حتى لينقلبوا على حكومة بن خدأ أما في اثنين وتسعين فإن كابرانات فرنسا هما الذين وصلوا وأصبحهم الحكام وأصبحهم الحكام لا زلت أتذكر تلك الليلة في 31 أكتوبرا في 1994 وبجانبي في سيارتي وأنا متجه إلى بيتي في ترابلوس بجانبي رائد في المخابرات كان من الجيل الذي حضر السنوات الأخيرة للثورة وكان مليئا بالحزن ووجهه مكفحر ومسود فقلت له أنا اللي أخفف عليه إحنا في السيارة قلت له أنا نحن تعشاو وهاش بيك رك مغلق وقل لا رك تحش لولاد أمهم قال لي لا لا لولاد أمهم وكان هذا كوموندو يستنى باش يتعين قنصل على سبعة في ليبيا قال لي والله لا لولاد لهم قلت له واش كاين خير واش كاين سمح قال لي كارثة قلت له خير قال لي كارثة ستسمع بها اليوم مساء أنا كنا في حدود سبعة ولا قال لي بعد شوية تسمحها في الأخبار قلت له قل لي واش كاين قال لي اليوم ستسمع بأن محمد العماري اللي كان كابران عند فرنسا وظل مع فرنسا حتى الواحد وستين حتى الأشهر الأخيرة وقاتل مع فرنسا مع لي بارا تاع فرنسا واذبح طوار جزائريين وعذب جزائريين في البطايدالج راح يتعين فريق وقائد للجيش الجزائري قال رئيس هيئة الأركان يعني شنقري حتى اليوم كان هذا في 31 أكتور في سمية 1994 و94 وبالفعل زعم احتفله بأول نوفم 1994 وأصبح أعلى رتبة في الجيش الجزائري اللي يسموه سليجيش التحرير يقود يقود رسميا وبأعلى رتبة رتبة فريق يومها هو محمد العماري اللي كان كابران عند فرنسا وقاتل وعذب جزائريين باعترافه في إحدى المجلات أعتقد مجلة لبوان في 2001 الاعتراف على 2001 جاء من بعد لكن هذا يعرفه جيدا لأن هذا كان في الجيش وعندما كان هو هذا كابيتان كان لاخر ليتمو كولونال وأنا شخصيا لما أديت الخدمة العسكرية التاعي في اكتوبر في ما بين ماي 87 وماي 89 وحداثت الأحداث تاع 5 أكتوبر 87 أول مرة نسمع باسم محمد العماري كان في أحداث أكتوبر وكان أحد الذين أشرفوا على القمع الرهيب تحت أوامر الكابران الآخر اللي هو خلد نزار وكان يومها ليتنون كولونال ليتنون كولونال في 88 يصبح فاريق في 94 يعني مرة من ليتنون كولونال الكولونال الجنيرال الجنيرال الماجور إلى فاريق خمس روتب في ست سنوات في يومها إذن وهذا من القلة من ضباط المخابرات اللي هما صح أولاد عائلة لأنهم بعد نحاوا وقع أولاد العائلة من ضباط المخابرات على كل حال خلوا قليل اللي ما عرفوش أو ما كان حزينا جدا ورحنا للدار على أساس نحتفلوا بليلة أول نوفمبر يعني جاد شوية طعام وشوية مسكين ما كلاش كان عمره ذاك الوقت 54 إلى 55 سنة وكان متألما جدا جدا طبعا في ذاك الوقت أنا كانت تتراكم عندي هذه الأمور وبدأت نفهم ما يجري أكثر فأكثر كل يوم نفهم أكثر وأحكي معايا على أشياء إلى آخر إذن هذون هذون يحكوهاك ما عرفوش أو تخفى عنهم أن في الحقيقة منذ 92 فإن اللي حكموا البلاد هم الذين كانوا يقاتلون من أجل أن تبقى الجزائر الفرنسية كابرانات فرنسا وبعد أن بدأ هؤلاء يختفون ويموتون أو يصابون بزهايمر أو بدأوا خلفوهم كابرانات الكابرانات اللي ربوهم ودربوهم فإذا بهم لا يقلون بشاعة عنهم وأحدهم هؤلاء شينغريحة وجبار مهنة وناصر الجن وحسين بولحيا وقائمة طويلة من الذباحين وعبد العزيز المجازر وقابل يقاوط طائمة طويلة من الذباحين لكن رسالة أيضا تفضح هذه العصابات وتتحدث على أنهم يحولون الجزائر إلى زنزانة نعم يحولونها إلى زنزانة واللي مش في الزنزانة الصغيرة أو السجن الصغير فهو في السجن الكبير اللي هو أصبحت الجزائر بكل أسف وألم وأصبح حلم الناس أن تهرب من هذه البلاد الشاسعة الطيبة المروية بدم الشهداء الضاربة في التاريخ والجغرافي أصبح الحلم الأكبر الهروب نساء ورجالا صغارا وكبارا أرى ماذا يعبر عليها أحد الجزائريين يعني أنهم نحن 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 هذا لذلك يتحدث عن ذلك وإنه يتحدث عن الإباناء فالأليس سيكون وكذل الحمد لله وبدأ العام من فقط أنه يصدف على أن أقل الله لذلك للأسف وإن كان هذا الدعاء لا يجوز للبلاد. اللهي ظلا بلاد لا. قلوش لا يظل لها بالأسف هذه بلادنا هذه أرضنا اللهي ظل بللي أذل البلاد. اللهي ظل بللي أضعف البلاد. اللهي ظل لأفقر البلاد وأفقر الشعب وأفقر العباد. هذا اللي الله يظل بله مش البلاد. هذه بلاد مروية بدماء الشهداء عبر التاريخ أقل هم ملايين شهداء منذ الاستعمار الفرنسي وهذا أقل لعل قبل ذلك كانت أيضا هناك عبر التاريخ فمن دعوش على البلاد ومن دعوش على العباد ومن دعوش على الشعب وإنما على هؤلاء المغرمين والمفسدين الذين أذلوا البلاد وأذلوا العباد إذا سمحتوا لي إخواني ننتقل إلى الملف الدولي ثم نعود لنناقش سفهات وتفهات ومؤامرات العصابة التي تراها في كل مكان هروبا من الضغط الشعبي ومن الغضب الشعبي أو على الأقل خلوا نكونوا دقيقين من الغضب الشعبي المتصعب ما زال ماهوش ضغط حقيقي لكنه متصعب ورهم عارفين رح نشوفوا هذه قال لكو اجتماع في تل أبيب ومنش عارف وحضرتوا المخابرات المخزنية ومخابرات فرنسا وإسرائيل وحابين يكسروا الجزائر رح نشوفوا هذه الحقائق والله ما فيها من حقائق إذا كان فيها حرف واحد حقيقة قبل ذلك إذا سمحتوا نمر إلى النافذة الدولية وفي النافذة الدولية لعلكم تابعتم ما جرى أمس في روسيا أمس يوم سيء جدا لبوتين وسيء جدا لحربه على أوكرانيا وسيء جدا لمن معه وقد يكون تاريخ أمس قد يرجع بعدين يأتوا المؤرخين ويقولوا أنه كان رمزيا مهم جدا أمس كانت هناك هجومات غير مسبوخة على موسكو ما هيش مدمرة لكن من ناحية المعنوية كانت هناك أعداد من الطائرات المسيرات من الدرون أعداد هائلة مرت ولم تسقط منهم واحدة مع أن موسكو بعيدة بمئات الكيلومترات على الحدود الأوكرانية ووصلت وضربت في موسكو جرحوا أعداد من الناس كسروا بعض السيارات لكنها كان رمزيتها تكمن في اختراق كل الدفاعات على الدفاعات الروسية وهي عدة أنواع من الدفاعات واختراق الدفاعات على موسكو اللي كانوا قبل ست شهر ركبوا الدفاعات في كل المباني الرئيسية وجابوا أفضل ما لديهم من دفاعات جوية إلى آخره فإذا بهذه الطائرات تحط رأسهم في الوحل ويخرج بوتين ويرتكب خطأ في تصريحه لما سمعته قلت هذا الشيء يقول بيعون في الأوكران قال لهم يريدون تخويفنا وتخويف الشعب الروسي راهم يخوفوا فينا بهذه الدرونز ويخوفوا في الشعب الروسي طبعا وهل هذا يحتاجك أنت تقوله لكن أنت أكدته طبعا الأوكران تركت ضربهم يوميا في عاصمتهم 17 هجوم اليوم 18 الهجوم تاليوم أصبح رقم 18 منذ أول ما يعني تقريبا بمعدل هجوم أكثر من مهجوم في كل يومين على عدد من المدن الأوكرانية وبما فيها كييف وهجومات يقتل فيها الناس وتدمر فيها المباني ومصانع رغم أن الأوكران الآن يسخطون 90% من السواريخ والطائرات الروسية طائرات الدرونز هيرانية لكن مع ذلك العشرة بالمئة التي تمر تحدث أذرار هائلة فأنت ترعب الأوكران منذ 15 شهرا أكثر من 15 شهرا وأنت ترعب الأوكران وترعب الشعوب الأوكران الآن ينقل لك الرعب ينتقل الرعوب إلى الطرف الآخر أيضا وهذا يثير لك استمعتنا إلى جابوا بعض القنوات جايبين بعض الروس يتحدثون قالوا كنا نظن أن هذه الحرب لن تصل إلينا أبدا قد أسبوع سكان موسكو وبعضهم قالوا اليوم شعرنا بالحرب والحقيقة هذا التكتيك تركنا نتكلم عليه ولماذا الأمريكان يقولون لهم الأوكران لا يخربوا ما يضربوش في روسيا ولكن لماذا خرجوا الألمان اليوم وقالوا نحن معه وهم البريطانيين وقالوا نحن معه إخراج ضرب روسيا داخل روسيا لماذا هذا التبادل في الأدوار بين القوى الغربية لأنه أكيد أن أوكرانيا لا تقدم على أي شيء الآن لأن كل شيء يأتي من الغرب لا تقدم على أي شيء بدون موافقة القوى الغربية الكبرى نحن نقش هذا لكن قبل ذلك خلنا نشوفوه قالك توالت الهجمات على أهداف داخل الأراضي الروسية اليوم الأربعة أيضا إذا أعلنت موسكو أن طائرات مسيرة هجمت مصفاتين للنفط وأن أحد البلدات الروسية الحدودية تعرضت لقصف مدفعي للمرة الثالثة هذا الأسبوع تعليق على الهجمات المتتالية قال الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف نحن قلقون بشأن هذا الوضع قصف الأهداف المدنية مستمر في إشارة الهجمات بمقاطعة بيلوغرود الروسية وأضاف لم نسمع كلمة إدانة واحدة من الغرب الوضع مقلق حقا يجري اتخاذ تدبير حاليا أمس هدد كان هدد فوتين بأنهم سيتخذون إجراءات لم يسبق لها ما فيه ردا على الهجوم على موسكو وعلى الهجوم على عدد من البلدات المحادية والمدن القريبة من الحدود الأوكرانية هو قال أنهم يهاجمون المدنيين وأننا لم نرى انتقاد غربي لذلك دارك نشوفوا الموقف الغربي بعد أن نكمل ما هو على واقع الأرض ما هو على واقع الأرض أيضا مقتل خمسة من الروس في إحدى البلدات داخل الأراضي الروسية مجد تكلموا على الأراضي الأوكرانية التي تحتلها روسيا نحن نتكلم الآن على الأراضي الروسية وقصف لمصفات أفيبيسكي وهي ليست بعيدة عن ميناء نوفروسيسكس على البحر الأسود وكانت قرب مصفات أخرى تعرضت أيضا للهجوم مصفات البترول والغال أو تكرير البترول بطاعة الحال نهيك عن اندلاع حريق بمدخل الديزل على مساحة 100 متر مربع كما أعلنت سلطات الطوارئ في الإقليم عن سقوط طائرة مسيرة في منشأة إليسكي لتكرير النفط غرب مدينة كراسندار وتأتي الهجمات داخل روسيا في الوقت الذي تستعد فيه كيف لهجوم مضاد في محاولة لطرد القوات الروسية إلى آخرها طبعا الهجمات الروسية على أوكرانيا مستمرة وهي أشد لكن الهجمات الأوكرانية على روسيا جديدة داخل أراضي الروسية كانت دائما هجماتهم والقرب والغرب قلهم لا نريد أن تذهبوا إلى الروس في داخل أراضيهم داخل حدودهم إنما يجب أن تبقى هذه الهجمات داخل أراضي أوكرانيا لكن هذا كان حتى قبل بضعة أيام صحيح ما زالوا الأمريكيين يقولوه قال نسمعوش قالوا الأمريكاء قال منسق لاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن الأمريكي جون كيربي هذا هو المتحدث الرئيسي بتاعهم الولايات المتحدة واضحة في السر والأعلن مع الأوكرانيين إنها لا تدعم هجمات على الأراضي الروسية سوف نواصل تزويدهم أي الأوكرانيين بما يحتاجون للدفاع عن أنفسهم والدفاع عن أرضهم التراب الأوكراني لكننا لا ندعم هجمات على روسيا ما قلناه هو أننا لا نريد تشجيع أو تمكين هجمات داخل روسيا لأننا لا نريد أن نرى الحرب تتساعد إلى أكثر من العنف الذي وقع على الشعب الأوكراني لكن إذا كان هذا الموقف الأمريكي اللي هو شادل عصامة الوسط واللي أكيد أن أوكرانيا أقدمت على الهجومات داخل روسيا بما فيها على موسكو بموافقة أمريكية وإلا ما كانت لتفعل ولكن لأسباب ودواعي الضرورة الدبلوماسية يقول كلام آخر في كلام دبلوماسي يعني كلام أكادم ليس حقيقي أنما الحقيقة أنها أخذت موافقة أمريكية وخاصة أن أغلب الأسلحة هي أمريكية لكن الموافقة العلنية أنها أخذت موافقة سرية من أمريكا موافقة العلنية جاءت من بلد لم يكن متوقع أن تأتي منه إذا كان بريطانيا كان متوقع منها ذلك وسنرى أيضا موقفها فإن ألمانيا لم يكن متوقع منها ذلك كررت الحكومة الألمانية موقفها بالقول إن الهجمات الأوكرانية على الأراضي الروسية مشروعة وفق القانون الدولي وتزمن ذلك مع إعلان برلين إغلاق أربعة من خمس قنصليات ألمانية في روسيا ردا على قرار موسك وضع موسك وضع حد أقصر عدد موظفي البعثات الدبلوماسية الألمانية إذن الوضع بين ألمانيا أكبر قوة اقتصادية في أوروبا وثاني قوة اقتصادية غربية وخامس قوة اقتصادية عالمية وهي ذات التراث العسكري الرهيب من أيام بيسمارك وحتى قبل بيسمارك وذات الاعتداءات الكبرى خاصة واحتلالها لأكثر من نصف أوروبا في زمن النازيين الألمان الذين كانوا عرضوا خمسة لف خوذة كاسك على الأوكران قالوا ماذا نقدروا نعاونوكم في بداية الحرب الآن يقولون من حق أوكرانيا أن تضرب روسيا داخل الأراضي الروسية في موقف متطور على الموقف الأمريكي والألمان الآن هما الثاني كانت بريطانيا هي الثاني داعم لأوكرانيا قبل شهر تجاوز الألمان لبريطانيين ويقدمون الآن الألمان مساعدات أكبر والحقيقة صناعات عسكرية أخطر خاصة دبابات ليوبارد واحد واثنين وغيرها من الأسلحة ومن ضدات الجوية إذن الألمان شخصيا كنت توقعت هذا قبل سنة قلت أن الألمان سيأخذون هذه الحرب بش يعودون إلى الساحة العالمية كلاعب عسكري وليس فقط كلاعب اقتصادي بعد أن تم قسقصة أجنحتهم بعد الحرب العالمية الثانية التي يوزموا فيها هزيمة نكراء في نهاية المطاف دخول أمريكي أساساً طبعاً الموقف البريطاني هو أيضاً داعم لكن الموقف البريطاني ليس جديد شوف وش يقول وزير الخارجية البريطاني وزير الخارجية البريطاني يقول أن أوكرانيا لديها الحق الشرعي في الدفاع عن نفسها لديها الحق الشرعي في القيام بذلك داخل حدودها بالطبع ولكن هذه هي الإضافة لديها الحق أيضاً في استخدام قوتها خارج حدودها لتقويض قدرة روسيا على استخدام القوة داخل أوكرانيا نفسها لذلك فإن الأهداف العسكرية الشرعية خارج حدودها هي جزء من دفاع أوكرانيا عن نفسها ويجب أن نعترف بذلك آه موقف يتقوى أكثر بريطانيا كانت هي الوحيدة اللي كانت تتمعني بهذا المعنى بالمعنى فقط بطريق غير مباشر وأن أوكرانيا رهي تتعرض بالقصف ويوجد حسب الحق القانون الدولي أنها تستطيع أن تضرب الأماكن الذي يأتي منها القصر قصدهم داخل روسيا لكن لم يعلنوها لكن الأيام الأخيرة بدأوا يعلنون ذلك صراحة وهوم الألمان تبعوهم بل أن حتى ماكرون حتى ماكرون لقعد أشهر طويلة وهو يحاول يقول له ما تحشرش بوتين في الزاوية يجب أن لا نذهب بعيدا ما نعطيه أسلحة خطيرة لأوكرانيا وترددت فرنسا في إعطاء أي شيء للأوكران حتى حتى الصيف الماضي حتى شهر سبتم وإكتوبر اللي بدأت تمدلها أشياء مهمة وشيقول ماكرون طالب بضمنات أمنية ملموسة وموثوقة لأوكرانيا في الحلف الأطلسي وقال إن كوتين أيقظ حلف شمال الأطلسي عبر أسوأ صدمة من خلال غزو لأوكرانيا وأضاف أمام منتدى جلوبيسك في براتسلافا نحتاج اليوم إلى مساعدة أوكرانيا بكل الوسائل للقيام بهجوم مضاد فعال هذا أمر حتمي وهو ما نقوم به عسكريا إذن الدول الأوروبية معدى بريطانيا اللي كانت مترددة بل كانت معترضة بل إذا صدقنا إحدى الجرائد البريطانية أو مش بجرائد بريطانية إذا صدقنا رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون ولا يمر في هذه الأيام بطرف عصيبة اليوم قالوا يجب التليفون يجب الواتساب يجب الإيميل يجب كل شيء تخيلوا المهم بوريس جونسون قال أنه عندما تحدث مع الألمان في بداية الغزو الروسي لأوكرانيا قالوا له تعالنا من أوكرانيا وما سنحن ندخل في حرب مع روسيا على جال أوكرانيا نخليهم قال أنه هذا أزعج وهذا الموقف الألماني والحقيقة هذا الموقف الألماني كنا نشوفوه على الأرض الألمان مش كان يهمهم هو الغاز لو كان يرتفع سعر الغاز لو كان يرتفع سعر البترول تجارتنا مع روسيا أكبر تاجر مع روسيا هي ألمانيا في أوروبا وكان هذا وش يهمهم الألمان كانوا ما زال في عقلية نحن خاطئنا الحرب كما جمعت نحن خاطئنا السياسة لكن من بعد بدأوا يفهمهم جديد بالعكس هذه الحرب فرصة غير منتظرة لعودة ألمانيا على السحة العسكرية هذا مزعج لفرنسا وبريطانيا لأن ألمانيا كانت دائما في عداوة مع هذه البلدين وقد تعود ولكن حتى فرنسا وبريطانيا يحتاجون ألمانيا يحتاجون الصناعات الألمانية يحتاجون الاقتصاد الألماني يحتاجون الدعم الألماني لأوكرانيا لأنهم خزينهم فارغة فرنسا وبريطانيا خزينهم فارغة ألمانيا خزينها ممتلئة وصناعاتها ما تأثرتش كثير اقتصادها تأثرت لكن في حدود أقل من فرنسا وبريطانيا أو إيطاليا أو إسبانيا الوحيدين اللي ربما سيتجاوزون في الدعم هم الأمريكان لألمانيا لكن ألمانيا ستذهب بعيدا جدا وقد يعود لها التصور وذلك الحنين للعسكرة للميليتاريزم الألماني العسكرتارية الألمانية هذا هو التغيرات وهذه هي الفرصة اسمعنا واش قال هنا ماكرون قال لك أن بوتين صدمنا في الحلف الأطلسي لكن كانت أسوأ صدمة ولكنها كانت في نفس الوقت وحدت الحلف الأطلسي اللي كان يقول عليه هو في ذاته وقال عليه ماكرون قال الكلينيك مومور يعني قالها هذه في 2018 أو 2017 قالها ماكرون أما ترامب فقال له خلاص هذا دخلونا من هذا الحلف الأطلسي وش نديروا به فإذا يجي بوتين في واحدة من أكبر الخطايا الاستراتيجية والاخطاء الاستراتيجية اللي سيكتب عليها وتوقف عندها التاريخ طويلا ويوحد قال المتخاصمين والأوروبيين الغربيين ومن معهم داخل الحلف الأطلسي وحدهم وحدهم دخلت فينلندا السويد على أبواب أن تدخل رح فقط الأتراك وش يقفضوا قبل أن تدخل بعد مصالح زاد الحضور الحلف الأطلسي داخل الحدود المجاورة في دول البلطيق في بولندا وعلى المرجح أن أوكرانيا ستنتهي إما ما كنت يقول نعطوهم ضامنات من الحلف الأطلسي أو ستنتهي حتى كعوضو في الحلف الأطلسي وستنتهي روسيا بعد وقت طويل أو قصير إلى التفكك هذه الأخطاء الكبرى اللي يرتكبوها لأن بوتين كان يعتقد أن غزو أوكرانيا هو مثل سحق الشيشان هو مثل سحق سوريا أو مثل ما فعل أجداده قبل عشرة سنين ومئات سنين في سحق شعوب وأمم في آسيا الوسطى وفي سيبيريا لم تكن روسيا إلا 500 ألف كم مربع قبل حوالي أربعة قرون اليوم هي 17 مليون فاصل هذه كلها أراضي شعوب أخرى وأمم أخرى ودول أخرى وأقوام أخرى وبوتين نفسي يعترف أن روسيا فيها ميتين قومية ميتين قومية أخدعوها بالذبح والقتل وقد فعلوا في التاريخ اللي يقرأ منكم التاريخ خاصة بعض الناس اللي مرات يتعاطفه مع بوتين عندما تقرأ التاريخ الدموي للقيصرية الروسية وما فعلت فيه عشرات الشعوب والبلدان قد لا تنام لأيام شيء فضيع مريع ما فعلوه في أمم قبل وهو ما فعله في الشيشان السورية ليس ببعيد عموماً راح نتوقف هنا باش روحوا للملف الآخر ملف السفهاء عندنا واش فيه الملف 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 مرة أخرى طبعاً هذه الجارات كلها متساوية لكن كل واحد واش يعطونه قررت المخابرات بالتأكيد بموافقة مع الشنغريحة السؤال فقط هل كانوا موافق تبون والجنات اللي معاه ولا لا هذا السؤال أما المخابرات هنا وهذا القرار هذه اللي أعطاوه لبعض الجرائد راح نقرار لكم واحدة منهم فهو قرار ما يسمى بقيادة العسكرية هيئة الأركان لأنه ما يقدرش مخابرات تدروا أحدهم هذا موضوع ما يقدرش تدروا أحدهم السؤال المطروح لأنه فيه إزعاج كثير لتبون هل هو يدخل في إطار الخصومات والصراعات الداخلية فقط أم هو في إطار التهويل هو يريدون ضرب عدة عساطير بالحجر خلنا قراروا المضمون قراروا لكيبا لكي بعض منكم أكيد لبعض صدرت صدر هذا الموضوع أمس فيما يسمى بجارية الخبر واحدة من أقدر جرائد الآن الآن تتجاوز في قذرتها ونذلتها قد تتجاوز الشرور والعار وما شابه أفادت معلومات مؤكدة من مصادر موثوقة بأن اجتماعا على أعلى مستوى عقد أمس يعني يوم الاثنين كتبوهما الخبر الثلاثاء أمس لكن هم يتكلم على يوم الاثنين عقد أمس في إسرائيل ضم أجهزة مخابرات الكيان الصهيوني والاستخبارات الفرنسية والمغربية وفي جدوى الأعمال ونقطة واحدة تخص زعزعة الاستقرار في الجزائر ما يعطيناش تفاصيل واشترا ولا رح يتكلم عليها من بعد بالصحي يبرر المقدمة نتاعه هذه الخبر هذا اللي هو خبر صادم رح يبدأ هو يفسر في كتابة صحفية رديئة جدا وفي تسلسل صحفي رديء جدا كيش يفسر هاو كيش يفسر ورأي نقرأ لكم في المقالة لا تزال النجاحات التي تحققها الجزائر داخليا وخارجيا مثلا فريضانات هذه والشعب اللي غرق فيها نجاحات داخليا وخارجيا مثلا الأسعار اللي كانت رهيبة وما زالت مرتفعة في رمضان نجاحات داخليا وخارجيا مثلا دولار اللي عباس الحركين تاع إسرائيل الميليشيا تاع إسرائيل إنجازات داخليا وخارجيا مثلا يعطى 450 مليون دولار و12 ألف طن سكر وما نشعارف أشياء أخرى كثيرة للمعتو خيس سعيد اللي جره يجوه الآن في شعب التونسي لا يكفي أنه يعتقل أحرار وراه يجوه في شعب هذه إنجازات طيب لا تزال النجاحات التي تحققها الجزائر واستعادتها مكانتها وقوتها مكانتها وقوتها في عالم الكبار تزعج أجهزة الاستخبارات الدول أجهزة الاستخبارات للدول كتابة رديئة التي تكن تكن أو تكن عداء بشكل مطرد للجزائر وشعبها وجيشها فلا تتوقف مخططات الفتن والدسائس تطبخ في ضوائر الظلام لخلق الفوضى وحالات الاستقرار مثل ما حدث ويحدث مع عدد الدول العربية الشقيقة لا سيما أن التاريخ سيكتب للجزائر وشعبها أنها كسرت سلسلة التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي يحاول إحكام قبضته على الوطن العربي والتحكم في موارده ولأنها وأنها تحرص أنا مضطر باش نقرأ لكم المقال باش نكون كما يقال فدال يعني في النقاش ولأنها تحرص على حماية سيادتها الوطنية وتصر على الوقوف الند للند لكل من تسوي له نفسه إهانة البلد والنيل من كرامة شعبه يستغرق صناع المؤامرات والفوضى وفي مقدمة مثلات المتحالف حلفا غليظا المكون من الكيان الصهيوني ونظام المخزن والمطبع وجهاز المخابرات الفرنسية في عدم تفويت أي فرصة إذ لا تزال محاولاته الخبيثة قائمة ومستمرة بهدف كسر حالة الاستقرار التي تعرفها الجزائر على مستوى كافة الأسعدة وفي هذا السياق أفادت مصادر موثوقة للخبر يعودوا الكلام اللي كتبوه في البداية بأن معلومات مؤكدة تشير إلى انعقاد اجتماع في إسرائيل أمس جمع أجهزة المخابرات الكيان الصهيوني وجهاز المخابرات الفرنسي ممثل في خمسة مسؤولين رفيعين واثنعشر مسؤول من الاستخبارات المغربية وقد حدد جدوى لعمال الاجتماع نقطة واحدة تتناول زعزعة الاستقرار في الجزائر وخلق الفوضى في أربع ولايات وتكشف المصادر ذاتها أن مخطط زعزعة الاستقرار يشم الخلق بؤر توطر ونزاع وفتن في ولايات عديدة أبرزها الجزائر العاصمة وهران تيزيوزو وبجايا في محاولة لضرب الوحدة الوطنية والتلاحم الشعبي الذي يتميز به الجزائريون ويضرب به المثل في العالم من خلال الصورة الجميلة التي يقدم الشعب الجزائري في فترات المحن والشدائل وفي نفس الاتجاه أكدت مصادر الخبر أن الجارة تونس لم تسلم هي أيضا ولا شعبها من مخططات زعزعة الاستقرار سنحبس هنا ونعود نرجع للجارة تونس يعني هنا رغم هما يتكلموا أساسا عن الجزائر بعد عاوض يتكلموا عن الجزائر مشكلة مش مفيد لكن أهم شيء وجهنا أول ملاحظة تحسها أنه كلام إنشاء سنة ثالثة رابعة الأستاذ يقول أكتب مقالا إنشائيا توضح فيه انتصارات الجزائر على الصحة الداخلية والخارجية ولجوء الأعداء إلى التعامر ضدها فيكتب طال تلمير مبتدئ في الابتدائي أو حتى ربما وصل للمتوسط يكتب مقال إنشائي قد يكتبه أفضل من هذا لكن هذا هو المستوى اللي رهم سايد في البلاد وهذا ره كاتب عقيد يكون إلى مجنرال مخابرات إرهابية مستوى رديل عندما يكون جبار مهنة ذباح هذا وناصر الجن من جنرالات تعلموا خابرات وش يكونوا اللي تحتهم اللي أقل منها المهم لكن خلينا نتوقفوا على هذه النجاحات ذكرنا النجاحات أول سؤال كيفاش سراء يوم الاثنين وسراء كون سراء في المغرب قالوا الله يتجسوا عليهم مش عارف في طائرة تجسد على وجدة بلا كاش ما سمعوا حاجة في وجدة أو الله في مش عارف أنا في طنجة أو الله في الكائن الإسرائيلي على بعض خمس آلاف كيلومتر أو تقريبا خمس آلاف كيلومتر ربع آلاف كيلومتر وزاي ويوم الاثنين يوصلكم يوم ثلاثة معنا يوم الاثنين وصلكم وتكتب المقال وخرج يوم ثلاثة معنا وصلكم في نفس النهار شوية نقصونا شوية متروحوش كتر من الهنوداء في الفلام خففوا شوية من الفلام خففوا طيب هذا برك مش هذا برك المصيبة أنه مباشرة بعد ما وجايبين الخبر ولا تزال النجاحات لتحقها الجزائل أي واحد يقرأ الخبر أي جزائل يقرأ الخبر يشوف يدور هاكي يشوف الطرق مكسرة يروح هاكي لما ضحت عنده الأمطار هو اسمع وشاف الناس التلفزيون في السوشال ميديا بل الناس غرقت بسبب أمطار بسيطة أو حتى كثيرة لكنها غرقت لأسباب بتاع الإدارة أو الكارثية للبيلال يضرب مننا يروح باشي يدخل عند اللحام يلقى الحام بميتين وعشرين نالك ميتين وعشرين نالك يدور مننا باشي يشري بلك زر حبات تفاح يقولوا مية وخمسين نالك مية وثمانين نالك للكيلو وليت حب تأخذ تفاح هذا كرخيص تعمية تلف اللي حيواناته ما يأكلوش يديه بمية تلف يضرب مننا باشي يشري خضر الأسعار لاهبة الفواكه لاهبة اللباس لاهب كي الناس مش تخلص كي الناس تأكل من المذابل عزاكم الله أسر كاملة ناس أسر مرمية في الشوارع شباب ضايع في المخدرات ما تقول وراه يا الله إذا كان قح هذا الفساد وهذه الرداء وهذا وهذه انتصارات والأشياء السيئة كيف تكون وكان جاءت الجزائر فيها أشياء سيئة كيف تولي البلاد وهذه رأي في حدتها كوارث طبعا فأي واحد يقول لك شرامي يقول هذا فبروباقاندا رخيصة جدا لا تقنع طفلا في الابتداء وما بعد وش نجاحات على الداخل لا وفي الخارج سأعطونا نجاح واحد في الخارج هل إعطاء أموال الشعب الجزائري للأفارقة مليار دولار للأفارقة وما نشعارف كم من عشرات الملايين دولارات لمنيجر وليمالي وربعمية وخمسين مليون دولار للمال معتوه انتع قيس سعي وما نشعارف كم مبالغ البوليزاري وكل عام هل هذه تعتبر نجاحات وبعدين رئيس الميليشيا اللي تسمى السلطة الفلسطينية اللي خدام عند إسرائيل خدام حركي يعني ويسجن في الأحرار وكان أحرار الفلسطينيين عذبوا حتى الموت داخل سجون السلطة الفلسطينية ميليشيات الفلسطينية جاد دامن عندنا مئة مليون دولار وما زال يده أو قال كما بعت لواحد جاب له رسالة باش يزيد يد يعني هل هذه انتصارات على المستوى الخارج هل عندما يخرج البرلمان الأوروبي من 540 صوت صوتوا 536 صوتوا ضدكم وداروا لائحة وقال لكم رأوا فيها قانون دولي وفيها احترامات وما تروحوش بعيد ومعادل يخبروني بعض الناس قالوا رأوا حتى قالوا لهم رأنا موقعين معكم اتفاقيات كثير من المباني انت عوزارة العادل بنيها بنيها الاتحاد الأوروبي بأموال الاتحاد الأوروبي نحن ينهبو الاموال يحولوها إلى أوروبا والأوروبيين يأتيوا يتصدقوا علينا ويبنونا باش ومعاد يدروننا اتفاقيات بعدها قالوا هذه الاتفاقيات الدولية رأنا موقعين عليها لا تعدبوش من الناس لا تسجنوش الناس لا تسجنوش صحفيين بلا غير حق من 540 اللي صوتوا 536 ضدكم وربعة معاكم من الربعة زوج من تعيريك زمور وكانوا معابد السفاح لكن القوي ريك زمور أكثر منها عنصرية رحوا معاه بمعنى أن اللي دافع وليكم هم أكثر أكبر العنصوريين في أوروبا زوج من الأربعة وبلد حتى الأربعة الأخرين هم معا منهم لكن اللي متأكد من هذا الزوج يعني وراهي لانتي صارات خارجي اتباه ديلا اللي دارها لكم بن سلمان ما جاش للقمة العربية كما يسموها قمة المجرمين هذه وبعدين نحلكم درتوها في أول نوفمبر وراح داركم قمة في ماي باش ينحلكم حتى رئاسة القمة العربية ودار اجتماعات ولم يحضركم وانتو ما زعمركم رئيس القمة العربية السابق كالمفروض كل شيء يتم بالموافقة معاكم وأكثر من ذلك بشار المجرم تعال برامي اللي كنت تجربوا بجيبوه الجامعة العربية ولا اللي جايبه هو بن زايد وبن سلمان مما استدعى أن تببوا المزور بعد كل هذه الصفعات والفضايح ما راحش لجدة أو لرياضة أو اندر الاجتماع ولما راح عطاف هناك وراح ما يسمى هذاك وزير الأول بهدلوهم وكانوا تركينهم على جانب وما يحضروهمش وكانت القرارات تتخذ ما بين مجموعة صغيرة وانتم ما وضعينكم على الجانب وراه الانتصارات عن مستوى الخارج هذه فضايح هذه تبهدائي أم أن القمال اللي سميته القمال العربي في أول نوفمبر ما جاكمش الأردني الملك الأردني وما جاكمش حتى هذاك الملك الصغير هذاك يسمى يروح الملك المعظم تعال البحرين وما جاكمش سلطان عمان وما جاكمش رئيس ما يسمى بالإمارات العربية بن زايد وما جاكمش حتى ولي العهد بن سلمان ولا رئيس لبنان جاكم رئيس عراقي ما عنده حتى دور وجاكم القطري لأنه كان يستنى باش تعاونوه في قضية لكوب ديموند وكانوا شأنين عليها هجوم ويرح عنده تبون وجاكم السيسي ده خمسمائة مليون دولار قل لكم ما نحضر له كان منديش خمسمائة مليون دولار وقيس سعيد ده فلالي وفي الروتور براهم شعب الجزائري المجوعة أين هي الانتصارات؟ أين هي الانتصارات؟ أعطوني انتصار واحد في الداخل أعطيني زيارة واحدة لتبون لولاية في الداخل واحدة أو لدشرة أو هو قال لك رح يجب على البلديات وقبل ما يروح للخارج أعطيني واحدة أما أن الانتصار هو البيض اللي كلاه في لضرب به في البرتغال على أيدي الأحرار والفضيحة الكبرى اللي تكلمت عليها بعض وسائل وسكتت عليها وسائل أخرى عالمية وقبل سنة من ذلك البيض اللي اداه في إيطاليا وتبون مزور جابوا جابوا العسكر ومخابرات إرهابية وشيمو نيو وشعارات كلها هل هذا انتصار؟ وقيل رأى عندكم هذه المزورشية هذه هو يتضرب وهو يتمتع كأنه الناس عندهم هكذا واحد المرض كلما ضربته كلما كذا يزيد يتمتع وين انتصار أين أعطوني أعطوني ليس انتصار أعطوني واحد على المليون أعطوني وهم على انتصار أعطوني إشارة هكذا قولوا هذا انتصرنا هنا وين دراهم جزالي يتبعثون فيه على كثير من دول إفريقية على جهة الموضوع البوليزاري والصحر الغربية ومش عارف هذا انتصار المريكان يقالوا لكم مكانش روسيا وباش تروحوا الروسيا لازم تمروا على الأقل على دولة غربية فاضطروا باش رحتوا للبرتغال اللي مع النمع حتى علاقة في الحقيقة شوية غاز يمروا عن طريق إسبانيا ويروح لهم هذا مكان غير باش قال زار برتغال وبعدين البرتغاليين ديقوتين منك تدوك عند رئيس البلدية تضعوك عند رئيس البلدية ترون هذا كل مستوى التعك برغم أن رئيس بلدية لزبون بعيد عليك لشبونة قالوا لي المرليفات الشباب رأي قلت برشلونة تشابه علينا تشابه علينا البقر دينك عند رئيس البلدية لا عندهم الوقت الوزارة لا عندهم الوقت فما بالك رئيس الغزراء هذا انتصار هل هذه انتصارات تعتبرها انتصارات كارثة كارثة من يدير البلاد والله اللهم رأنا في بعض الأمور أبشع من أيام الشريطة تعبوا تفليق أبشع مهما كان هذا سعيد وكل ما فيه من كوارث ما وصلوش إلى هذا الحد كماذا يدروا مهازل وكوارث وكوارث ليس لهذا الحد تجاوز هدون يولي ضرب وفي البيض يعتبروه انتصار زيارة لبرتغال انتصار هذا انتصار ويكون غير استقبلوك استقبال كبير ورئيس بلدية زيد ولأنها تحرص على حماية سيادتها الوطنية وتصر على الوقوف الند للند لكل من تسوي الله نفسه إهانة البلد والنيل من كرامة شعبه يستغرق صناع المؤامرات والفوضى وفي مقدمتهم المتحالف حلفا غاليبا لما 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 العنصري المعادل المسلمين والإسلام خاصة اللي يتبون يظل يمدح فيه ماكرون لما صفعكم صفعات متتالية وقال بللي تبون رأى عالق في نظام عسكري وأن الحراكة تعبهم وأنه كذا وسبكم سب واش قلته واش خرجته ودخله استدعيت السافير قلت انستدعوا السافير ونقطع على الطائرات الفرنسية العسكرية اللي تمر على الأجواء الجزائرية اعتراف أول مرة تعترف أن الطائرات العسكرية تمر على كل طائرات لا 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 قالوا على الطائرات العسكرية المقنبلة اللي يبون باردو اللي يقتلوا في الناس راح ينقل وزادوا ولكن مع السماح للطائرات العسكرية التي تنقل جرحها وتنقل من شعرف هذه فضيحة عظمى كبرى طائرات فرنسا اللي كانت تقصف الجزائر ومجاهديها وشهدائها ودشرها وأبنائها ونسائها واللي نحن اللي نخلوهم يروحوا يقصفوا ونفتحوا لهم الأجواء ونعطوهم الكروزين ونعطوهم أشياء كثيرة جدا لأن مرات ينزلوا عندنا في ثكاناتنا يدو لأنه ما يقدروش يدير وقاع هذا كتراجيرا ذهابا وإيابا لما يدو ألا الطاقة لما يدير الكروزين مين يدوه؟ يدوه من جزائر من جهة تمرس وما جاوره يعني عسكر جزائري عمر الطائرات الفرنسية المقنبلة اللي تمر عبر الأجواء الجزائرية باش تقصف في إفريق هل هذا انتصار؟ هذه سيادة وطنية هذه سيادة وطنية نتمنى على المساعدة أن يبعث لي ما قاله آنذاك وزير الدفاع المنتدب لمسؤولة أمريكية من السياعين وكيف كان يترجى فيها حسب ما فضحا بعد في وثائق ويكيليكس باش نقرها لكم مرة أخرى الآن هل إذن فتح الأجواء للأمريكيين والروس والصينيين والفرنسيين والناس على الفرنسا لكن الأجواء فتحنا للجميع هل هذا فيه سيادة وطنية؟ أين السيادة الوطنية؟ أين السيادة الوطنية في كل هذا؟ هل بقى مساحة عاشر مساحة في العالم ونحن نشتري القمح كأحد أكبر بلدان نتشتري القمح وين السيادة الوطنية؟ هل غرق الشباب وأحيانا النساء والرجال والأطفال في البحر غروبا من الجزائر في تجاه إسبانيا وإيطاليا فيه سيادة وطنية؟ أليس هذا فضيحة عظمى وكبرى للبلاد ولمن يزعم أنه يحكمها أن يهرب منها الناس سمعنا الشاب قبل قليل قال لك أفضل شيء أننا قراب من أوروبا أين السيادة الوطنية؟ هل يوجعوا راسه وروح يعالش في فرنسا أو في سويسرا أو حتى في ألمانيا مثل تابعون المزور لضرب شهرين في ألمانيا هذه السيادة الوطنية هو قبلها قال بلعننا أفضل منظومة صحية في إفريقيا أين السيادة الوطنية؟ أين؟ أين السيادة الوطنية؟ الوزراء لا يتقنون أي لغة ولا يتقنون لغة البلاد ويتحدثون كأنهم معاقين والمعاقين أفضل منهم مليون مرة لأنهم أصيبوا مساكين وهذا وزراء شفناها قبل يومين وثلاثة فيما يسمى بوزير الفلاحة يهجي في ثلاث سطر لا يعرف ما يقول أين السيادة الوطنية؟ أين؟ وأستطيع أن أستمر وأحكي في أشياء كثيرة خلنا نشوفه إذا أبعتني المساعد أنتعى المسؤولة الأمريكية ما زال ما أرسلها ليش أين السيادة الوطنية؟ أين السيادة الوطنية؟ ومن بعد ولأنها تحرص على حماية سيادتها الوطنية وتصر على الوقف الند للند لكل من تسوي لنفسه إهانة البلد والنيل من كرامة شعبه مثل ما وقفته الماكرون يسبكم وقال الجزائر لا يوجد أن يكون هناك استعماره ولا يخدمها وبعدين استقبلته والدين الوهران ومش عارف والدين وين وفرحانين وفتحين القصور وتبون قالك تقول السلام عليكم ويقول لك الماكرون اتصل بي هذه هي الشهامة والمروءة ومش عارف يستغرق صنع المؤامرات والفوضى وفي مقدمة المثلات المتحالف حلفا غريضا المكون من الكيان الصهيوني ونظام المخزن المطبع وجهاز مخابرات فرنسية في عدم تفويت أي فرصة إذ لا تزال محاولاته القبيثة خائمة ومستمرة بهدف كسر حالة الاستقرار للتعرف والجزائر على مستوى كافة الأسعادة استقرار نهيم أسعار الفقراء يتكبرون على الأسعار فلم يعد هناك فقيرا والبيوت موجودة فلم يعد هناك إنسان في الشوارع أو لا يجد بيت أو لا يمش ساكن على النسيبو أو يساكن في خربة والمدارس يأتون لها من أوروبا يدرسون عندنا والجامعات والطليان والألمان يفرون إلينا عبر البحر ويموت بعضهم في البطيات من هذاك الاستقرار من هذاك النعيم لا يعيشه الجزائريين ولا هناك بطال والعمال الأخر فيهم يدي خمس آلاف أورو في الشهر والصناعات وقد وصلنا إلى القمر وعدنا للمريخ ثم تجاوزناهم جميعا وأنشأنا البوارج والطائرات الحربية وإحنا الرصاص نشروا الرصاص نشروا فيه من عند الصيب والكوامل اللي دائل وزارة الدفاع جايبين من عن مرسدس عن طريق الإمارات باش نص الدراهم يروحوا للإمارات ويبقوا ثم ما هذا ما هذا الخبل ما هذا الهبل ما هذا الجنون ما هذا الضياع وش من نوعية رقم تاكله وتشربه وش من ضروق مع أنه رقم الكوكايين والحرويين أو دخل أو كل مرة دخلت 132 كيلو ما هدروش عليها نهائيا حتى تتكلم عليها العالم وهدروع ليها وكتابة شو ما جايبين في مقاطع صغيرة هكذا وكو مش الإسبان كون دخلت تدخل للجزائر ما تروح للأوروبا لأن الأموال تعليناها بنا من الشعب يقدروا يشيروا بها الكوكايين ليسوى 50 ألف أورو للكيلو جرام 50 أورو للجرام معناها مليون للجرام ومرات أغلى في الجزائر كاين دراهم كاين الخزينة العامة أين أعطونا شيء أعطونا شيء صنعوا هذا تبون في الأربع سنواتها أعطونا شيء خراب على خراب على دمار واللي كان واللي أسوأ من اللي كان أعطونا شيء والله ما راح واحد للجزائر البارح فقط لتقي تحت الأفاضي قال لي خلاص قال لي البلاد غرقت بكل ما تعنيه خلي مش من الفيضانات فقط خلي كل شيء غرق في البلاد والناس المورال رحلها نهائيا والانهيارات الأخلاقية والجوع والخطفة والضروق والكوارث كوارث بكل ما تعنيه الكلمة أين آآ يويلكم نهاري يتمكن منكم الشعب رحكم تزيدوا في الغضب رحكم تراكموا الغضب لأنكم تكذبوا على الناس وهما عايشين المزيريا الكحلة المرارة كي من شدة المرارة يخبس قلبه كي من شدة المرارة تضربوا ستروك صدمة دماغية أو قلبية ومن شدة المرارة يأتي سرطان مش كاين آلاف عشرات لآلاف نئات لآلاف من شدة الكذب نتاعكم كي من شدة المرارة يخبس قلبه وماذا يزيدوا وعلاه قاع هذا تلاحب الشعبي ما زال تتحدثونتم عن اللحمة الوطنية مش خرجتوا في تليفزيوناتكم في 2019 تتكلموا عن الزواف مش خرجوا كل الأدناب والذباب انتا عقاية صالح أنا ذاك يشيطنوا في القبائل شيطانة غير مسبوقة مش خرجوا بعضهم يتكلموا على زيرو كبيل وكانوا مسؤولين ويتقدموا معاهم ويجلسوا معاكم ويضحضروا تليفزيوناتكم إلى آخره مش كانت هذه تاعكم لا خلينا نوري لكم حاجة واحدة أخرى تمنى على المساعد أيضا أن يبعث لي نهار ليكرموا ما يسمى بتوفيق ونظار إلى آخره خلينا نوري لكم حاجة أخرى من عندكم مخطط سري خطير يستهدف الجزائر حيث عقد اجتماع يوم الأربعاء السادس والعشرين مارس ضم مسؤولين من المخابرات الفرنسية والسعيد بوتوفيق الشقيق الرئيس وبشير طرطاق والفريق توفيق وبعض الأحزاب السياسية التي لديها ارتباطات بالخارج حسب مصادر الشرق نيوز وكان من مخرجات الاجتماع إيجاد خالطة طريق المرحلة القادمة هدفها تقديم تنازلات لفرنسا وحل البرلمان بغرفته والاستقالة الفورية للرئيس عبد العزيز بوتوفريقا ومنه الدخول في فراغ تسوري على أن يرأس المرحلة الانتقالية اليمين زروال ويتحق وراء التوفيق لاتهمته بمؤامرة مع المخابرات الفرنسية أين هو التوفيق؟ وأين هو نزار؟ ليس جابي طائرة اللي كان محكم عليه بعشرين سالة جابي طائرة عسكرية بالموسيقى العسكرية وباسبورت ديبلوماسي وطائرة رئاسية وبعدين أعطيتهم ميداليات ومش عارف وهول الصيف اللي فات أين هو التوفيق؟ ليش هو اللي كنت هنا اتهمته بأنه دار ومخابرات وفرنسية أين هو الآن؟ ليش عطيتوه أيضا ميداليات وتشريف وتمجيد ورجعوا كل الدموين الدموين اللي كانوا معاه واصبحوا مسؤولين كبار على شكلة جبار مهنة وعبد القادر حداد وغيره أين هو؟ تكتبوا الأكاذيب وتنساوها وبعدين نديروا عكسها تماما ثم خلينا نعاود نكملوا في هذا خلينا نكملوا في هذا الكلام خلينا نكملوا في هذا الكلام وحدة الوطنية ما فيش واحد ضرب الوحدة الوطنية وما زال يضرب الوحدة الوطنية وبعضهم بعض من هؤلاء المجرمين الكبار اللي كانوا يضربوا في الوحدة الوطنية راهم مسؤولين أو راهم مقربين بعض العنصريين باسم العرب راهم مقربين منكم راهم مقربين عنصرية بغيظة وبعض العنصريين باسم القبائل انتم ما اللي تحركوا فيهم باش تخوفوا بهم الشعب واش دار يعني الناس كلها اجمعت على ان قتل الان فيه اجماع على ان قتل جمال بن اسماعين والطريقة اللي دارت بها هو كان خلق فتنة ما بين العرب والقبائل جمال بن اسماعين عربي جاي عارم في القبائل قتله القبائل هكذا وش خرج في البداية قبل ان يفكك الجزائريين المؤامرة وتظهر الفيديوهات ويظهر من كان وراء العملية جبار مهنة وبعض الكادياس ضباط مخابرات وضباط شرطة وبعض الكادياس العنصريين انتم في 2019 انتم كانت ضد القبائل في 2021 انتم كانت باش تكون ضد البلد كلها ومع حرق القبائل مع حرق من قتل القبائل واشرف عليها جبار مهنة اذا هاي الحقائق تعرفوا شكون اللي يخرج ضد هذه الفتن تاكم في 2019 مثلا او حتى في 2021 خلنا نشوفوا شكون اللي يخرج خلنا نشوفوا شكون اللي يخرج و reader اللي يخرج يا نشوفوا شكون اللي يخرج اللي يخرج القبائل خاوتنا القبائل خاوتنا بركونا من الفتنة هذا الشعار اخرج تقريبا في كل ولايات الجزائر في عدة جمعات وألقى الله بهذا الشعار أني كنت واحد ممن روجوا له وتحدثوا عنه وهذا الله يبات من هذا المكان تشهد والناس يشهدون والتاريخ يشهد وما عند الله خير وقفنا لكم وواجهناكم إلى درجة رقيت بعض أخواننا قبائل والله غير كثير منهم اللي رقيتهم قالوا لي أن تنوزى إيذيتين غير سيفيل ولا تنوزى إيبارني على حسب كل واحد كيف يشهدر معايا إن غير سيفيل نجيت ما كنت واحدي علي بالحاج في الجزائر اللي هو قهرين وقهر شديد كان عنده نفس الموقف وكانه آخرين إخواننا حركيين في الدخل وفي الخارج كان عنده نفس الموقف كنت واحد من هؤلاء وبح صوتي إلى درجة كنت مرات كنكمل لايف نكون مرهق منهك بشكل كبير جدا نتحدث باعصابي وش كنت دون كنت رايحين بالبلاد وفي تلفزيونكم خرجت كلمة الزواف ما الزواف وفي قنواتكم وجرائدكم وذبابكم وكلابكم والكلاب أشرف شكوناك متكلموا علىها ثم استنى 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 إذا كان نظام مخزني حاندوا مشاكل معاكم على قضية الصحراء إلى آخرين ممكن نقولوا يتآمر عليكم مثلا تآمروا عليه ويتآمر عليكم فرنسا تتآمر عليكم أخوي علاء علاء وقيلة تسخنت على الحطب فرنسا من 2019 ويتسخن على الحطب فرنسا يا خيرام داخلي لكم في الغرف النقوم ياك بالنسبة لكم فرنسا عندها تبدأ الحضارة وعندها تنتهي ياك اللي تا يرضى عليه فرنسيس حتى ولو كان أجوانمير وزراءكم أجوانمير فرنساوي يعتبر باللي فتحت لها أبواب الجنة ماكرونش تمكموها وسبكم ودار فيكم وبعدين جيتوا استقبلتوه وقريبا مش عارفوش تديرو هلاش فرنسا تا لن تجد فرنسا أفضل من عصابات هذه منذ خاصة منذ 92 فرنسا راي تحكم مباشرة بشكل أو بآخر في زمن الكابرانات انتاحة وفي زمن الكابرانات الكابرانات على هات تقلقكم فرنسا تقلق الأحرار فرنسا تمنع مظاهرات لو كان موش بالقضاء لو كان موش بالقضاء لو كان موكتش في هذا الاحتجاج لحد اللي فات فرنسا اتهمت أحرار تعرف بالكذب صح اتهمتهم منعت أحرار قتلوا من الممنوعين دخل فرنسا وأشياء أخرى كثيرة قد يأتي وقت متحدث عليها فرنسا كونجير قلتوا ما ايش عارفة إسبانيا بالك يجي واحد يقولك آه بناتهم خصومة وبالإسبانيا كانت تتآمر عليها بدون فرنسا من أن تكونوا ستتآمر فرنسا نهار لي يأتي نظام وطني محب للبلاد ومحب للعباد وينهار بالبلاد تم تتآمر فرنسا وغير فرنسا أما ما تسمونه بالكيان صيوني والكيان صيوني والله ما يلقى خاد منكم تعطف الدراهم للي يقدير له حراسة يعني الحارس الأول انتا عباس يأتي عندنا ويأتي الدراهم ويأتي الدعم السياسي والإعلامي والمال وبعدين يروح عباس يبكي على بيريز اللي مات وبعد يومين أو ثلاثة من زيارة الجزائر تلقى وزير الدفاع الإسرائيلي راح يقول له راك تشوف هذو يحسبوا رواحهم صحرنا بسرح أنتم عارفين وهو عارف عباس عارفكم أنكم انتم طبعين تحت الطاولة ونديروا لقاءات تحت الطاولة وكينصور متع جنيرات جزائرين معها بجنب جنيرات إسرائيليين في الحلف الأطلسي صور انتشرت فمديت لرئيس الميليشيا اللي تحمي في لتساعد إسرائيل في أمن إسرائيل وتبيع في الفلسطينيين مديت له 100 مليون دولار من أموال الشعب الجائع وين؟ وين؟ لماذا إسرائيل تقلق منكم؟ لماذا؟ ماذا فعلتم؟ صنعتوا سواريخ على الطريقة الإيرانية سواريخ تصل 3000 كم أو درونز أهم الطائرات التي استخدموها هم الطائرات الإيرانية صنعتوا بوارج ودبابات بما فيها دبابات كهربائية ودرونز تستخدمتهم أوكرانيا في البداية لترد كما فعل الأطراك تقلق منكم إسرائيل يصنعون دبابات وبوارج ودرونز أعطونا شيء صنعتوه أعطونا شيء أعطونا شريطة صنعوا ذاك المرة جايبين شريطة شارينها من تعبابة عليها ذاك الموقع الصيني مركبين الروض قال لك بداية صناعات السيارات في الجزائر يعني شفتها والله ما عرفت روحي نبكي ولا نضحك يعني حكمتني واحد الهيستيريا التعضاحك يتباعوا في الانترنت يجوك وتركبهم يعني يبعثوا لك العاجلات وحدهم وحدها سيارات تعطفال ورهي موجودة وجاي وزير وقال لك هاي بداية الصناعات تعطى السيارات في الجزائر إلى آخره ما الذي يزعج إسرائيل أو الكيان الصهيوني منكم ما الذي يزعجه منكم أعطونا شيء أعطونا شيء واحد ما الذي يقلقهمه تطبيع ما التطبيع كي جاي يهدر على التطبيع تبون قال إحنا لن نكون من المهرولين معنا جايين بسح بالعقل أعطونا شوية وقت رعنا شعب شوية راسخشين في الموضوع هذا لكن التطبيع من التحت التحت كين وخرجت ما في مواقع الجمعارك أنه هناك كين حوالي شراء من عند إسرائيل وبعوها الإسرائيل وتعاملات معروفة وكل شيء بيزنس كم بيزنس صحراء الغربية اللي يحبي لها تقرير المصير كين بيزنس تطبيع ما التطبيع وأنتم ماذا تتطبيع كين بيزنس الإرهاب وبيزنس صحراء الغربية ثلاثة نوان الزوج اللي هما طول الوقت هو صحراء الغربية ومتقرير المصير مش عادف والإرهاب الإرهاب الإرهاب ومرة مرة تتطبيع تدروا كومدي زي بيس في ماكلة فاسدة تدروا له شوية زي بيس باش عند هذوك الجزائريين اللي يشوفوا إسرائيل مساكل الفلسطيني يتضلموا ولاخر بلا كاش ما تتلاعبوا ببعض العقول البسيطة جداً ولا قل فقيرة كين فقاراء فاهمينكم أليبروتور إنما قل بسيطة قد تكون أرمياء أو مستفيدين فوي نجمعها شوية حبسوا شوي حبسوا شوي خلينا نذكروكم هاي نذكروكم الجزائري مستهدفة لأن بوشا فتربص سوء بالجزائر هدف ضرب استقرار الجزائر قيد العليا للجيش الوطني الشعبي تفطنت لخطورة هذه المؤامرات هناك مؤامرة حاك في الخفاء ضد الجزائر شعبها جزائر مستهدفة تريد ضرب استقرار البلاد جزائر صبحت مستهدفة بأدوان لأن الجزائر مقصودة من الخارج جزائر مستهدفة لأنها هذا من الأكبر قوة وأخرجتها جزائر مستهدفة لأنها تبقى أساسات من سجنة مستهدفة بحرب إلكترونية الجزائر يعني مهدبة أصبحت هدف لي الجزائر مستهدفة الجزائر مستهدفة الجزائر مستهدفة أسست الجيش التي كشفت المؤامرات تلك المؤامرات التي كانت تطبخ في دهاليسي الغرف المطلمة الحاقدة على الجزائر الجزائر أيضا مستهدفة مستهدفة بقوة الجزائر مستهدفة لسنا مستهدفين فقط من بعيد إنما كذلك أننا مستهدفون عن قريب جزائر مستهدفة جزائر مستهدفة الحملات المسمومة والدعايات الهدامة والمناورات الخبيثة التي تهدف إلى الإخلال باستقرارها لماذا يريدون استهداف الجزائر ولما نقول نحن مستهدفون ونحن في الأجندات إذا قالوا ناركم تخوفوا فينا نعم إي نخوفوا سوف يكون مصيرنا لا قدر الله مصير الدول التي نراها اليوم في الدمار والخل أكثر من نصف هذول يتكلموا بجزائر مستهدفة سجنينهم وسجنينهم موش باتهامات قالوا الله ما كانوش يديرون القطاع جيدا نرى باتهامات تع نهب رهيب سرقات تع سرقات اللي سرق خمسة لات مليار واللي سرق عشر لات مليار واللي سرق عشر لات مليار واللي سرق أراضي وقطع حداد واحد ولقوا في البيض واحد في البيض فقط خمسين ألف هكتار في البيض فقط على سبيل المثال فأما هذا اللي كان منيش عارف هذا عمار غول لقوا بلا حدود الآخر هذا كتار لفلان سعداني هارب أغلبيتهم في السجون بيتهم تع فساد جميعي حتى جميعي اللي ناها بقاها تبسة وتهريب حتى هو يتكلم عن الجزائر مستهدف الجزائر اللي يتكلموا عنها هي يقصدوا جيوبهم سلطانهم مستهدف من الشعب فيخرجوا يخوفوا وكان الشعب هذا رغم يتكلموا عن شعب المكسيك وليس الشعب الجزائري اللي يعرف حقيقتهم وفسادهم وقذرتهم وناهبهم وخبذهم وردائتهم خالجيين مفسدين وفاسدين ولصوص لكن بناءوا بلدانهم بناءواها بناءواها وأصبحت يعني أشياء من ناحية على الأقل المادي يعني بناء المادي وراحت المواطنين إلى آخر واشترتهم تقوم اللي خلتها فرنسا غرقتها وإذا بالبلاد تغرق في كافة الاتجاهات وفي كافة المستويات وإذا بالناس بعضهم يأكلوا من مزابل وإذا بالناس تموت بالقنطة وتموت بالسكر وتموت بالقهر وإذا البراجات تملع البلاد وإذا كذبت الإرهاب ما زالت تباع بلا حدود وتقرير المصير الشعب الصحراوي ومنش عارف خارج ما يسمى بعطاف هذا موضوع إن شاء الله نتكلم عليه في المرة القادمة وراح في المرة القادمة نعاوذ نجيب عليش دخلوا تونس مع أنه داروا خطأ فادح لأنه قال لك في الاجتماع كاي النقطة واحدة وبعدين يقول لك وأيضا تناول الاجتماع موضوع تونس قلت لك نقطة واحدة يعني حتى البروباقاندا الرخيصة وما يعرفوش يكتبوها ما عندهمش حتى واحد يراجع يقولون ونوصلنا واجمعها هذا راه نص متهافت نص أطفال ما يصدقوش الحقيقة اللي تخوفكم هو الشعب وكلما تغرقون في مصائبكم وخصوماتكم وصراعاتكم وتغرق البلاد في كوارث آخرها هذه كارثة الفيضانات تذهبون إلى العدو الخارج تستهدف الجزائر يوم يكون لها قيادة وطنية منتخبة وتكون هذه القيادة تسعى لنهضة البلاد وتثبت أنها تسعى لنهضة البلاد أما أنتم فأنكم حثالة من السكارة ومن القتلى ومن اللصوص ومن المجرمين ومن الفاشلين ومن الرادئين وكاين بعضكم لساموساب الزهايمر وكثير منكم ما يتحكمش في أحواله البيولوجية وتتحدثون على المؤامرة حي الله الحرار في كل من كان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا